ترقب قبيل رد إيراني محتمل على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري وهو ما استدعى تنسيقا أمنيا أمريكيا إسرائيليا وزير الدفاع أفغالانت اعتبر خلال لقائه بقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كوريلا بأن بلاده والولايات المتحدة تقفان جنبا إلى جنب ناقصنا التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين مؤسساتنا الدفاعية وجيوشنا يظن عداؤنا أنهم قادرون على تفكيك إسرائيل والولايات المتحدة لكن العكس هو الصحية فهم يجمعوننا ويعززون علاقاتنا فنحن نقف جنبا إلى جنب أنا متأكد من أن العالم يرى الوجه الحقيقي لإيران الهيئة الإرهابية التي تحرض على الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتمويل حماس وحسب الله وقوات أخرى وتهدد الآن أيضا دولة إسرائيل وبعيد اجتماع غالانت كوريلا عقد اجتماع أمني آخر بمشاركة رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وكبار مسؤولي الدوائر الأمنية ووزير الدفاع تحضيرا لأي طارئ ورغم التوتر المتزايد إلا أن قيادة الجبهة الداخلية لم تغير تعليماتها للمواطنين وفي ظل الاستعداد للهجوم الإيراني أفدت الإذاعة العسكرية بأن الجيش قام بتشديد القيود المفروضة على سفر الجنود في الخدمة الإلزامية والدائمة إلى الخارج من تل أبيب يحيى قاسم الحرة من تل أبيب يحيى القيود المفروضة على سفر الجنود